دكتور حسن شرارة عايزين نتكلم عن الجيل الجديد في عائلتكم وما سمي بي سداسي شرارة وإيه الأولاد والأحفاد اللي أحبوا الموسيقى واستمروا فيها بص هيحكاها قديمة قوي بابا كان عنده فرقة موسيقية قبل ما يسافر ويسيب مصر الفترة الطويلة دي اسمها فرقة عطية شرارة الموسيقية وكان بيصاحب المطربين والمطربات وبيقدم مؤلفاته الموسيقية في أضواء المدينة كان فيها حفلات أضواء المدينة وكان بتزعف الإزاعية آه حفلات الإزاعية دي سافر عشرين سنة ورجع عايز يقدم موسيقاته كان بيشتغل مايسترو لفرقة رضا أول ما رجع كون مجموعة من خمسة ستة من الفرقة كده ابتدا بيهم موسيقى لغاية لما أنا رجعت من البيعسة وأخويا رجع من البيعسة وبتالينا بقى نتلم على بعض تاني ونكون سداسي نكون فرقة موسيقية فيها بابا وأنا وأخويا دكتور أشرف شرارة وبعض الناس بقى أصدقاء شرارة يعني كنا ثلاثة بس يعني أعدادهم ستة كاملة كنا ستة كان الأستاذ عفتح منسي أنون أنا فاكر والأستاذ كان في عود يعني وإقاع بعد كده ترينا نطور بقى مش نطور يعني أشرف ابنه الكبير تعلم كمانجا علمته كمانجا فدخل فينا فرقة سوداسي ابنه الثاني تشيلو دخل في السوداسي اللي هو محمد وعمر ابنته تعزف في لوت دخلت في السوداسي زوجته أحيانا بتعليب بيانه دخلت في السوداسي ابني أحمد يعني لم يععد سوداسي بقى ده ما يدلقتي إحنا بسمين نفسينا فرقة سوداسي شرارة اسمينا كده لأن إحنا داريبا دلوقتي 12 أو 13 عازف يعني بتقدموا بقى فين بنقدم في الأوبرا طبعا إحنا الأول لفينا العالم يعني إحنا لفينا العالم العربي والأسيوي والإفريقي والأوروبي يعني رحنا مثلا في إفريقيا أرافاك رحنا موريشيوس مثلا عملنا حفلات في موريشيوس رحنا في أسيا طبعا الدول العربية القطر وكويت وبعد كده رحنا الهند طب رد الفعل إيه مثلا في موريشيوس أو الهند مثلا حاجة غريبة جدا قد إيه موسيقى بابا تحيكنا من قد موسيقى بابا بس فقط مؤلفاته فقط فقط مؤلفاته وبدون أغاني رد الفعل حاجة بتقول كان جميل يعني جدا 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 وكانت موسيقى مصرية خالصة خالص طب استقبلوها إزاي يعني مثلا الهند استقبلوها إزاي بالاحترام يعني لا يعني احنا حصلنا يعني اتكرمنا في الهند اتكرمنا في باكستان كان فيه حاجة اسمها التبادل الصخافي أهميت هذا التواجد الموسيقي المصري في تلك الدول ده مهم جدا ده احنا يعني دي القوى النعمة زي ما بيسموها يعني دلوقتي كل المصريين بيروحوا مارجان الرياض في السعودية لأ بقت مصر هناك يعني حاجة جميلة جدا أنا يعني حاجة تفرح نشوف المصريين مش في السعودية بس في كل حتة في العالم يعني احنا كنا رحنا المغرب رحنا التونس عملنا كذا حفلة في تونس استقبال فظيئة بيحبوا المصريين جدا ويحبوا الموسيقى المصرية جدا كل البلاد العربية لا لا يعني دي القوى النعمة بتاعت مصر يعني من هنا بنقول ان مصر موجودة ان مصر فيها ثقافة وفيها حضارة حاجة طبعا وموسيقى طبعا لون من ألوان الحضارة طبعا كان لحضرتك تجربة مع مكتبة اسكندرية كمان نتكلم بقى داخل مصر مكتبة اسكندرية في بدايتها كان كانوا يعني تم تكليف عطيها شرارة بتأليف بعض الموسيقات للمكتبة وقدمنا هناك في مكتبة اسكندرية حفلات كنا تقريبا كل سيزن بنقدم حفلات هناك استقبال هايل في اسكندرية الحقيقة جمهور اسكندرية يعني أنا أقول لك حاجة أنا كنت بقدم حفلات كلاسيك مش مش مصر داخل شرارة فمتحف الفنون في شرع مناشة محرم به قاعة مش كبيرة قوي يعني تاخد حوالي مثلا خمسمائة واحد كنت بروح الحفلة ألاقي الكراسي كلها مليانة والناس قاعدة على الأرض على الأرض في الطرقات طرقتين كده وبره كان فيه قاعة بره بتاعت الفنون التشكيلية يعني بيفرجوش بيسمعوا بس ناس قاعدين بره بيسمعوا بس قد إيه الشعب الاسكندراني أو الجمهور الاسكندراني يقدر الفنون وبالذات الموسيقى وموسيقى الكلاسيكية وموسيقات الجادة الحقيقة كان يعني استقبال أنا يعني أعتقد أنه يعني الشعب المصري كله سواء في اسكندرية فأسوان فيما بينهم هو محب للموسيقى الشعب عايز يعرف يعني عايز يعرف أن إيه الموسيقى يعني أنا سامع في الرياضة أنا بتابع الرياضة شوية بحب الرياضة فسامع أن هم عاملين تذاكر المباريات تذكرة بمية جنيه فالأندية بتطلب أن يرخصوا تذكرة شوية لأن إحنا الشعب المصري محب بالكتورة جدا فليه مغنين تذكرة ده مرخصوها؟ نفس الحكاية التذاكر في الأوبرا أو في الحفلات العامة لازم ترخص يعني حديك شايف أنه الشعب المصري شعب محب للبهجة؟ أكيد وإلا ما كانش يعمل كل يوم عشرين تلاتين نقطة سواء إذا كان النقطة يعني زي ما بقوله إيه ناقدة أو مجرد النقطة يعني حتى مؤلفات عطيها شرارة كمؤلفات بتمثل الطابع المصري والشخصية المصرية أنا بأعتبره مؤلفات متفائلة وأعتبر أن الشعب المصري متفائل رغم كل الظروف فهو عنده كمية تفائل يعني تملى العالم ده كله